السلام عليكم ازايكم يا جماعة عاملين ايه? بازن الله في الفيديو ده حواريكم طريقة مختلفة شوية في طريقة لف السنبوسة. آآ بجد طريقة سهلة جدا وما تخليهاش تفك وتخليهم كلهم شكل بعض زي ما انتم شايفين كده. وتقدري تعملي كمية كبيرة في وقت قليل والنتيجة مبهرة وجميلة جدا. طبعا انتم احنا محتاجين آآ لفة سنبوسة كده. آآ طبعا في مركات منها كتير اللي يعجبكم. آآ هتبدأ تحطيه على ايدك وتتنيها التانية دي. شايفين? بحيس ان هي تعمل زي مسلس آآ متساوي الاضلاع. وتقوم يلفاها تاني لفة تانية بالشكل ده. بصوا بقى وصلنا لايه? ان في جزء فيها عامل زي الجيب كده. بتقدري تحشي في اللحمة او آآ خضار بجبنة متزرلة. او جبنة يعني الحشوة اللي تعجبك خالص. انا مبطقة الفيديو جدا عشان تعرفوا وتعملوها وتبقى سهلة معاكم. دلوقتي انا حشيتها. خلصتي الحشوة. هتبدأي تتنيها بنفس الشكل ده. بحيس ان انت تكوني عاملة مسلس متساوي الاضلاع. وتتنيها تانية تانية. هيتبقى حتة. الحتة دي ممكن تدهنيها سامنة. تمام? وتحطيها في الجيب ده. بالشكل ده. شايفين اللفة ما خدتش معي وقت خالص. نتيجة رائعة. آآ مش هتتفك وتقدر تشليها بالشكل ده وتقليها. بجد تحفة جدا جدا. شايفين كلهم قد بعض. احلى حاجة فيها ان الطبق هتلاقيه كله شكل واحد. يعني مش واحدة من كعبرة واحدة مش عارفة ايه. لا كله مسلس نفس الحجم. وشكل واحد. هعمل لكم اللفة تاني عشان اللي ما اخدش باله. حتتني آآ تانية بالشكل ده. وتتنيها تاني بحيس ان هما يعملوا الجيب ده. وتبدأي تحشيها زي ما انا قلتلكو. اي حشوة عندك. آآ فراغ شوارمة لحمة جبنة. اي حاجة بالنسبة لك موجودة هتلف فيها. وبعد ما اتخلصي آآ تحشيها قصلي بعد ما اتخلصي خالص. هتبدأي انك آآ تقفليها كده وتبدأي تتنيها تاني. آآ مسلسة بالشكل ده. وتتنيها تانية تانية. تمام? هيفيد معيك حتة ممكن تدهنيها. على فكرة ما ده انتهاش في الفيديو. بس انتي لو حابة تدهنيها سامنة. وخلاص على كده شكلها فعلا روعة وممتازة. آآ على فكرة انا عملت كمية كبيرة جدا في اليوم ده وشلتها في الفيليزر عندي. وبدأت اطلع جزء جزء وبجد آآ عملية جدا. شايفين بعد ما اتحمرت شكلها وهمي. آآ بدأت اطلع جزء جزء لو في يوم مسلا تعبانة مش قادرة. مفيدة جدا. آآ ما اخدتش معي وقت. والنتيجة والشكل رائع وفوق الممتاز. آآ لو يا ريك لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. واتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبازن الله في وصفات تانية جاية الفترة اللي جاية. استنوني. باي باي.